مرحبا مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت و اليوم مرحبا بكم اني سيلكم الفيديو متاع اليوم مشيكون اللمازية الاخيرة متاع تحضيرات رمضان ما تصورتهم مش فرض انها صورتهم مدى الايام ثلاث ايام تقريب الاخرينين هذوما اول حاجة بديت بها هي الملسوقة عملت كمية كبيرة متاع ملسوقة واكتشفت الكهذية راه يتخدم الكلوتين مش نرمال حاجة تحب فيها قليتين خدمت بها الملسوقة وما اصبرتش معاني خليط هاش ارتاحت وكل فيسعة كما ترى هكالتكستور متاعها معجنت هاش بيدي بالمكينة و بديت نخدم فيها حبيت نعطيكم المعلومة في الفيديو هذي بما اني ما معانيها اكتشفتها وكما ترى وكالعادة نحطها في المقلة متاعي ما تكون نارقوية ونلسقها وبعض نقلع وكالو يحدو طريقته الخاصة في ضربين الملسوقة هيا الملسوقة عرفوا في العادة يعملوا يضربوها يعني بدأوا يضربوا بالبلاصة بالبلاصة اجعلت tegen اثناء تم ترى ونفتها لدينا سوقت رمضان من معينة تبيض the ruby جميع حبيت جبيت ا коли certainly سوف نقوم بإضافة الهائفة لأطراف المتاح الجو مفتفين سوف نقوم بإضافة الهائفة سوف نقوم بإضافة كمية كبيرة ونضمها في الكونجيلاتور بعد ثم نقوم بإضافة كمية حارة فنقوم بإضافة طاقة وضع صلوة صلوة طاقة كيف يحب هذه النكاة ثم أوقات هكذا نجتهيها بثوم وعملت كما قالوا لجماعة صب الماء في الشوية لا صبيت الماء في الشوية شويت لي الفلفل طيارة طيارة ولم دخنت يصروا كما ترى ومبعد قشرت طماطم والفلفل والبصل والثوم وحطيت رحيتهم في هذية الفود بروسيسور طيارة طيارة خير من الميكسور بلانجان وخليت لها زرعتها الحقيقة حبيتها حارة وحبيتها بزرعتها وفيها شوية قشور وحطيت كيماترها وكل أربع مغاف نضعها في ساشي صغيرة وخليتها بردت وفي الكنجيلاتور حطيتها مغير مفوحتها أو مفوحتها كالمقتلين نجبدها ومن بعد الكرافس بما أنا ديما نستعمل كرافس في الليسوب وفالي عودت شريت الكرافس متاع رمضان نشرب الراس كبيرة نقصه أو كالخشينة ذاكة نضعه في ساشي واحده ومعني هؤلاء الأوراق في ساشي أخرى وحدها على خطر الخشين نضعه في السوب اللي نرحيها اللي بشترطها معني جوست سيب لنكها والأخرى كافي الليسوب اللي بستحق شرحيه وعملت الكعك الورقة ما رفيت عملت لكم التمر المحشي والمرة هذي عملت الكعك الورقة حابت نعمل طاولة هكا ليلة رمضان معني من غضو يكون رمضان نعمل طويلة ولسحور زيدة وصهريات رمضان لولانية كعبة كعك ورقة هكا جيت طيارة روعة الوصفة هكذا اخذت لكم اخذتك اخذتها بالنسبة لهم خبيتها في الصندوق واجرزتها بوصفة روعة احسن مرة اوزينا على الرمضان من الوصفة اضطناها على حرف الحيت وعلقنا جغلانت وكملت مرم وحطيت لحشتي عجينة سميد صافي عجينة نواصر سميد روان روان نفتفتت حلم اشتريتها استطعت عشهم وحداثة انجارة اقوم بعمل نطبق زين عدتها لانجارة والطباء أحضر المكينة وإعطاء المكينة تسهل عليها او ككل مرة نضعها في نومرو نبدأ من نومرو 2 في نومرو 2 ولا 1 تبدأ محلولة بالقديق وبعد نبدأ نساكر حتى نومرو 9 لكي تتحل معي بالقديق جربت لاني حليتها طول بنومرو 9 يجب أن تأخذ وقتها وبالنومرو وبالنومرو تقريبا على 3 مرات لكي تتحل العجينة حصيتها طويلة شرعت وليت قصيتها نجمت عن طويلة ثم لديت الملحة نجمت عن الطويلة و نشر على الطويلة ونشرت الملحة على طويلة ونقصه ونزين والنجارة والذيب ونقص نقص ونكون هنا العجينة تفتت سأقوم بتعديل الملسوكة لا تستطيع التراث للحصول لنقوم بإستمع الحصول وأعمل أكمل الانجارة سأقوم بتعديل الملساق تستطيع التغيير تقوم بتعديل الملساق تجربة في حرف تتكسر بالرغم أنها تتكسر تتكسر بمجرد الكبير ولكنها تقوم بسماق اجتماعي قصيتها ونفذ فيه من شئ الزيت كاملت القصيتها ونفذ فيها من شئ الزيت اضافة زيت اضافة نجارة اضافة ملحة اضافة الماء اضافة ملحة اضافة نجارة اضافة الوصف كنتي ملحة اضافة كعبة اضافة 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 تضافة قردة هذه جهازة اضافة اضافة اخذت الحليب الكامل الداسنب حتيت الحليب في الدار حتيت الحليب سخنها قليلا على الغاز ثم نقوم بالفرس هذا السوك في لغة كوكو نلقاها في البلفي نلقاها في الفغاك أرخص واحد لأيين سيتورو تقريب الكيلو سيتورو الكيلو تسمى أرخص واحد و اخذت الكورنفليكس نوتخ ليس جميلة لنضعها في البلفي والجلجلال وكان من البلفي يحسون مطعمه كما تورس يحسون من الدين و اخذت البريكة السمسة المستطولة وفي كارفور اقعدوا الكسين و اخذت البالة كله و انات لدي كسينة كمزينين و انات لديه كمزينين و انات لديه كمزينة و اعجبت هذا و اخذت مرحة كتباسي و اخذت البلاد و اخذت الهن لنضع و اتجريه كبيره و انات تجريه كبيره أخذت 3 اطبقه كبير اقومت تقريبه فرحت بها اكمل السرفيس انا لا احبت ان اخذ بو ستة انا لا احبت ان اخذ صندوق كامل اخذت هكاية مفرقين اعجبوني عن الاخر كيفيش ولو ان وراه اللون مهوش جاوي اما ركر مكر هون اخاك لا بطل الحليب سخن اكثر من لازم شخاله يبرد شوية وفي نفس الوقت باش نعمل بمبلوني اما لشادة تصحيحية ما نحب بمبلوني نحب بمبلوني وليد خريط كويس هكاية يقولون ان احنا فارينة حتيت فيه رشة ملح وبما ان اكتشفت الكالي تعجنك بالغلوتين حصلوا سهلة هكاية مغرفة صغيرة خميرة مغرفة صغيرة اعسل وقالة سكر لتعاونها باشتخمر فيسا ومغرفة زيت حتيت ماء دافي حسب انت والفارينة ونحط طوابش نعجنهم ونزيد الماء بشوية بشوية حتى الوصل لتكستور ونحط طوابق ونحط طوابق ونحط طوابق ونحط طوابق نخلط طوابق نعنيع وطورة طوابق قشور بوردغان وعد ذلك نحط طوابق ومجذب أحضر المعني بالحضر ونحط سوف تركض بندق أضع البندق هنا تأتي السلة العجيبة يوجد السلطة نحضر يغورت لنخبئهم لنستعملهم ويوجد السلطة لنضع الحليب حليب لا تحرق الحليب وفي نفس الوقت لا يوجد السخون و لا يوجد بارد كبيرة أضع المرحي كبيرة أضع الحليب نقوم بشكل طويل نضيف العصر مع الحليب و نضيف حليب نضيف حليب و نضيف حليب نضيفه بالسياسة و هذا هو الفريز و نضيفه في السكر في لغة كوكو و تضيفه في الماء و لا نضيفه و هو تحليبه و أن نضيفه و ضيفه و ضيفه و ضيفه و ضيف و نضيفه و نضيفه و نضيفه و تنضيفه و صورة الهر وسوف نضيفه تقريبا اربعة من اربعة سويا يبدأ يشد روح ونضعه في الفريجي دا ان شاء الله الفيديوهات سوف نرى كيفية تتلع في الصحور ومن بعد تخليط كيسين كوبيتا كايا وقصيت فيه بفريزة تروف تفوق يغورت غريك ناتور ونضع أكل معجون وكعبة فريزة تروف كرمضاء تقريبا اختيار كرمضاء نحن اختيار كويتا لذيوم اختيار كويتا لذيوم نضعون القلوب ونضع القلوب التركي ونضع نطلب طاولة ونضع الماء سخونة ونضرب فوق العشيش نقوم بسخنة الزيت ونقوم بسخنة نقوم بسخنة الزيت نقوم بسخنة الزيت نقوم بسخنة الزيت نموم الزيت نقوم بسخنة الزيت نقوم كبيرة نحاول نرطبها قليلا و نحلها على كبر يدي نخفي يدي قليلا و نحل بالطريقة هذه راو العجينة دوم ترميها في القلاة لكي تصغير عود لوح و لقفة مغرفة لكي تحلوا بها الفطاير كما ترميها عند الفطاير رميتها مسكرة ثم نقبتها في الوسط بالمقسم ندور فيها كما عند الفطاير ردوا بيك و تشوروا بالسياسة لا نجمتش تدور بالمغرفة صب عليها من فوق و نقلبها و يحب لها برشة زيتر هذا هو بمبلوني تبدأ كيكا بليولة كبيرة ندور كيكا ندور حافظ على الحجم و تزيد تكبر شوية ماشاء الله كيفية شوزر و كيفية خمرة و خفيفة خفيفة من داخل و فارغة هكي متعشرة و الا بالطريقة هذية نحلها هكيكا و نقبتها في الوسط لا تصبح منه بمبلوني بطريقة اخرى تفهم كل واحد و كيفية يخدم و كيفية يبيعه و كيفية يبيعه انت و البلاصة اللي تشري منه كمّل تقليّة البنبلونيات أمل الفرحة تكشافته كمّل تقليّة البنبلوني كمّل تقليّة البنبلونيات تقليّة البنبلة خير متأكس بشكل متأكس يتم الهضة كمّل تكون ص scarab طاولة وأمولة طاولة ولبسنا لباس تقليدي هنا ومولة وصنعنا جونة رشة زهر ينقل بصنع في رمضان في الترويح ويذهبو ورش ويذهبو ويذهبو وليسة شوكلاك وحللو كم شموع لنجعل مكتب ههههه جو 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 لقد أخذت فريز لقد أخذت فريز وطفيولتنا حضرت قدمناها جو بكل حب وإن شاء الله رمضانكم مبارك يا ربي علينا وعليكم على أمة سيدنا محمد إن شاء الله يجعلنا ربي مننا بصيامه وقيمه وصالح أعماله ويكونوا أعتقاء الله من النار ما تقول لأمال آخر الفيديو؟ آخر الفيديو ليس هذه وصفتنا كينة اليوم هذه جولتنا كينة اليوم شاء نجابوها شاء الله تعشبكم في حلقة أخرى وبصفة أخرى وبسلام واما